بس طاقتك هون قوية كتير. طاقتك نارية. عم بتكون طاقتك قوية وزي ما قلنا قبل شوي بطاقتك هذا الشهر بالاوراق الطاقة. دين عندي انه فيه عناية الهية فحتى لو ما انت كافحت حتى لو كزا خطواتك هذا الشهر مباركة. وعم بشوف عم ترجع الامور شوي شوي تهدى. عم ترجع الامور تصفى بينك وبين اه شخص قديم شخص اه ممكن يكون حتى على صعيد العمل. اه سبب لك اه مشاكل سبب لك كزا فعم بيحاول هذا الشخص انه يتقرب منك. عم بيحاول انه يعني يغير الطاقة اللي بناتكم. ولكن انت انا شايفيتك ماخد خلص اه اللي هو اه يعني ما عم تقدر تتقبل هذا الشخص بعد الخضلان او ما عم تقدر تسامح. عم بشوفك عم بتسامح بعد فترة ولكن اه في هذا التوقيت اللي هو رح ييجي فيه هذا الشخص عم بشوفك كتير اه اه لا يعني ماسك سلاحك و اه يعني مش متقبل ابدا اي موضوع. شايفتك بشكل عام عم تقدم على اه خطوة ممكن تكون في العمل فرصة جديدة في العمل وعم بتكون كتير اه متحمس لالها. ممكن يكون عمل جديد على فكرة. عمل جديد له علاقة في الابداع. له علاقة في ممكن اه يعني هو متل عمل حر او اه شركة ما بين شخص تاني ممكن يكون. اه ولكن هاي الخطوة يعني جدا رح تكون متحمس لها ورح تكون تمر على خير يعني انا شايفة هذا المشروع او هاي الفكرة. اذا تبلورت رح تكون في هذا التوقيت خاصة اه رح تكون جدا مباركة هاي الخطوة. الشخص ممكن يكون اه هوائي اكتر اشي. ممكن يكون سرطان وممكن يكون اه اه يعني من الابراج لا من الابراج الهوائية او سرطان. من الابراج الهوائية اللي هي بنعرفها ميزان اه دلو جوزاء. ممكن هدول الاشخاص اه تفتح معاهم مشروع بيكون ناجح. مشرط هدول بس الاشخاص. ولكن اه ازا كانت عندك فكرة انه تفتح مشروع او تبلور فكرة او اه فانا شايفيتها ماشي على خير. او انه عمل جديد هو رح يجيك كفرصة. عم بشوف اخر فترة عم بشوف اه في هذا الشخص اللي قلنا عنه خذلك او اه كذف. عم برجع عم برجع بروح جديدة عم برجع اه بي اه والقراءة حبايبي ممكن تكون عكسية لانها قراءة عاما اكيد. خاصة من القراءات العاطفية. اه فهون مبين انه الوضع عن الوضع العاطفي هاي الاوراق. اه مبين انه هادا الشخص اه فعلا في حب حقيقي بينك وبينه. اه هادا الحب اد ما يعني اد ما عملت طرفي التاني او اد ما عملت انت فبترجعوا لبعض كل مرة بترجعوا اه لبعض. فشايفة انه اه هادا الشهر او هاي الفترة كتير حلوة بالنسبة للعاطفة. خاصة للاشخاص اما المطلقين او المنفصلين. شايفة انه اه اه الشمس عم تشرق اكتر على حياتهم. الشخص المقابل او الطرف الاخر. اه رح يرجع بروح جديدة. رح ينعش هادا الحب. اه رح يتحركش. اه فيك. اه غالبا ازا كنتم منفصلين. فانا شايفة يعني اه رح يحاول انه يكافح مشانك هادا الشخص. اه شايفة ممكن احتمالية كبيرة انه يكون فيه بالمستقبل ارتباط او اه شي رسمي بناتكم. حتى لو كنتوا على ارتباط يعني مرتبطين حاليا او منفصلين. فشايفة فرصة كبيرة بالمستقبل الارتباط لاني شايفة فيه اشخاص كتير متمسكين داخليا في بعض. صحيح فيه فيه قصص عم بتسير. فيه ولدنة من الطرف الاخر او منك. ولكن بالنهاية عم تجتمعوا. عم تجتمعوا على خير وعلى هداة بال. وحتى لو كنتم متزاوجين فممكن هذا السيناريو ينطبق عليكم. انه في عندك نهاية وبداية جديدة. هاي النهاية مش النهاية اللي احنا يعني بنعرفها او الموت اللي احنا بنعرفه. لا هي عبارة عن نهاية لابد منها. نهاية لشيء سيء في حياتك. اما تكون ادمان ادكشن. اما يكون طبعا الادكشن الادمان انتو بتعرفوا انه اكتر من نوع يعني مشرط انه ادمان ادمان. ممكن يكون ادمان جنسي. ممكن يكون ادمان حب على شخص. ممكن يعني فيه له كتير معاني الادمان. فشايفيته عم ينتهي. وعلى فكرة هذا الكرت ممكن يكون اه نهاية لعلاقة ثالثة لانه انا بشوف هنا في طرف ثالث عم بيوقف اه يعني تجاه هاي النهاية ما بده هذا الموت لعلاقتهم مع بعض. ولكن اه النهاية لابد منها. والبداية عم بشوف الطرف الثاني عم بيقدم لك اه يعني عرض عم بيقدم لك اعتزار عم بيقدم اه خلينا نقول صفاء اه نية. فكتير معقول هذا الشهر يكون رجوع للمطلقين او للمنفصلين. وشايفي فيه تطور حتى للمرتبطين ايضا انه تطور العلاقة اكتر. اه شايفي فيه حميمية اكتر بين المرتبطين. اللي على علاقة اللي مش منفصلين. شايفي زيادة في انه تدخلوا في بعض اكتر. اه شايف فيه امان اكتر عم بتحس كل واحد عم بيحس ناحية الثاني اه بامان وعم يلجأ له بالمشاكل عم يلجأ له بكتير امور. اه عم بتبين عندي الطاقات اكتريتها. طبعا في عنا اه قوس في عنا اسد في عنا سرطان اه اه وكتاقات الهوائية والنارية والمائية طاغية بشكل فضيع. بالنسبة للعمل بشوف انه طاقتك هاي الشهر كلها راح تكون رسم حدود. عم بترسم حدود او اه اه بخلينا نقول اه يعني حد لكل شخص كان يتمادى في السابق. كنت في السابق انت الحمل كنت تمشي كتير. كنت خلص تهمش يعني اللي بيعملك شي او كزا تهمشو. لا هاي مرة عم بشوفك كتير عم بتوقف اه وقفت يعني اسد خلينا نقول. وقفت اه خلص انه هذا حقي وانا بدي اياه وكزا. وعم بشوف كمان رجوع اه حق ازا كان اه في العمل او في العاطفة. في حق راح يرجع لك اه في كارما راح تسير في الموضوع. فشايفه تقدم كبير هذا الشهر. اه على جميع الاصئل ده ان شاء الله لبرج الحمل. اه بس انه ينتبه في شخص جديد ممكن يعرض عليه عمل. هذا الشخص الجديد ممكن يعرض عليه عمل او يعرض عليه علاقة عاطفية. اه بس انه يحترس من هذا الموضوع. اه هذا الشخص ممكن تكون طاقته هوائية. ممكن يكون طبعا ايا من الابراج الهوائية. اه وممكن غير هيك يعني مو شرط. اه ولكن هاد الشخص فيه من وراه مش يعني شر. فيه من وراه يعني قوف وكزا. فكنت ازا كنت داخل في علاقة جديدة كتير جديدة بدك تكون حزر من هذا الشخص. او ازا فيه شخص بدك تدخله في حياتك في هاي الفترة كون حزر منه. ما عم بقولك لا تعطي فرصة عادي جدا. ولكن اه بدك تكون محترس وما تعطي الامان او الاسرار اه بشكل اه كبير من اولها. لما تتأكد من هذا الشخص مية بالمية اه اعمل هاي الخطوة. لانه عم بشوفك شوي طاقتك متسرع هاي الفترة. عم تاخد خرارات عم تمشي بسرعة مليت من الجمود مليت من الكسل. فعم تاخد خطوات. عم تاخد خطوات بجرأة بنارية. فلا هد شوي وفكر بالامور قبل ما يعني قبل ما تعملها. هدا اكتر اشي اه بيان ازا كان في اه شايف البعض في عندهم اه خلينا نقول طفشان يعني من كل شي. حابين يسافروا. في فرصة السفر فعلا حقيقية وحلوة. اه خاصة خلينا نقول على الصعيد اه العملي اللي بدي يسافر على عمل. وشايفي في ناس عم يسافر ككسياحة مع الحبيب يمكن مع. فشايفي في السفر اه في الموضوع. هدا اكتر اشي حبايبي. اه خلينا نشوف اه من ورق تاني ازا في اي تفصيلات اخرى او او مواضيع. شايفيتك يا برج الحمل عم تزيد روحانياتك كتير. عم تصلي كتير لموضوع وهذا الموضوع رح يصير بهاي الفترة. هاي الامنية رح تتحقق في هاي اه الفترة. في شخص كان متصلط في حياتك اه قريب كتير جدا منك. هذا الشخص اما رح ينتهي اه تسلطه رح يتغير هذا الشخص. اه في هذا الشخص على فكرة قريبة كتير ممكن يكون على الصعيد العاطفي. لانه هذا الورق انا فتحته للعاطفة. فهو شخص اه شوي كان متصلط في السابق ولكن اه عم بشوفه بتغير هاي الفترة. عم بصير حنون اكتر عم بغير شوي من افكاره بتنازل. اه شايفيتك اه بالبداية رح تكون يعني حامل يحمولك وخلص اه تعبت ورحت خاصة انه في اه احتمالية كبيرة انه يكون في طرف تالت في الموضوع. شايفة نهاية تقريبا لا اه شفنا قبل شوي نهاية لطرف تالت. وفعلا في طرف تالت يا جماعة. اه طبعا ممكن يكون يعني مو شرط يكون اه خيانة. ممكن يكون عمل ممكن يكون كذا. فاذا كان عمل مسلا فهو رح يبلش يعمل توازن انه يعطيك اه زي ما بيعطي العمل. اه للمتزوجين مسلا. اه لاي علاقة عاطفية كانت مرتبطين او منفصلين. بشوف في اه انهاء اه يعني الطرف الثالت العائق في في الموضوع. رح يكون في نهاية لاله. اه عم بشوف اه زي ما شفنا قبل شوي يعني كمان الورق عم بيأكد على بعضه. اه عم بشوف اه كل واحد بشعر بالامان ناحية التاني اه شايفة في كيف بدي اه اوصلها لكم. اه شايفة حتى لو ما كان في اه علاقة رسمية او زواج رسمي شايفيتكم اما مش انه بتعيش بنفس البيت ولكن اه رح تتعاملوا مع بعض كزوج وزوجة رح تتعاملوا مع بعض وكأنه كتير قريبين من بعض اه او انها بداية لمؤسسة مؤسسة زواج يعني بناتكم. وشايفة انه الطرف التاني بخبيلك مفاجأة او طبعا هاي القراءة عاطفية فممكن تكون عكسية شايفيته مخبيلك مفاجأة مخبيلك اه موضوع معين ولكن انت يعني عم تتعامل مع الموضوع اه بحذر او انه اه مش متفاجئ من هذا الموضوع مش كتير فرحان بال بالرجوع اه وكأنك يعني مشكك بالطرف الاخر مشكك بال بال بالشريك. يمكن من كتر ما عمل اه شغلات او امور اه شايفي مراقبة كبيرة من الطرف الاخر من الشريك. يعني عم بيرائب بطريقة ولكن اه ما عم اه بيكون واضح في هذا الموضوع. يعني عم بيراقب لكن مش حابب اه انك انت تعرف انه هو عم بيرائب باقي. طيب خلينا نشوف عقلك الباطن الفترة هاي اكتر شي. لوين رايح في الفترة الجاي. اهتمامك العقل الباطن تبعك. ازا في بشارة ازا في شي. اه حبيبي قلتلك في شخص جديد رح يدخل حياتك فرح يكون بعقلك الباطن مثل صراع داخلي اه انك تختار ما بين شغلتين اما اما تختار ما بين الحبيب القديم اللي موجود من الاول والشخص الجديد اللي رح يدخل حياتك اللي قلتلك كون حذر شوي معه اه او انه على الصعيد العملي رح تكون اه بين خيارين بين عمل جديد وعملك اللي انت فيه او انك تترك الشغل وتمشي فرح يكون في قدامك خيارين تختار اه منهم رح يكون كتير اه صعب الاختيار ولكن انا شايفتك رح تختار الشيء المناسب. يعني على خير هاد هاد الموضوع ان شاء الله رح يتم اه على خير طيب في تحذيرات غير اللي قلناها خلينا نشوف وراء التحذيرات ايوة شوف حبيبي عم يكون عندك اه تقريبا هاي الفترة موضوع اللي هو عم بتبعقلك الباطن بتفكر بالامور بي اوهام كتير اه في امور عم بتضخمها عم بتضخم كتير الامور تحسب حسابات كتيرة تستنتج اه تحلل تحليلات كتيرة عم بتعيش شوي بالوهم بالهواجس بالخوف عم بيأسر هاد الاشي على فكرة على صحتك فالتحذير انه لأ تنتهي هاي تحاول تنهي هاي الطاقة من من تفكيرك لانه ما ما بتستفيد من هالشي يعني طاقة سلبية هي اساسا وما في الها داعي يعني ورائك حلو فما في داعي للتخوفات والامور واساسا فكرت او ما فكرت نتيجة واحدة فمنطقيا لشو عم بتفكر بهاي الامور خلينا نشوف هيك واو اذا في نصيحة من الفيري كارز او حلو كتير هاي الفترة عم بيقولك انه رح تعيش رومانسية بزيادة هذا الفترة الجاي فرح تعيش مع الحبيب او مع ال يعني رح تكون في رومانسيات كتير رح يكون في مشاعر جياجة خلينا نقول رح ترجع علاقتكم زي ما بلشت بيّن انه رومانسيات كتير يعني ما توقع تيطلع لكم هادا الكرت بس شي حلو بالنسبة الاشخاص اللي ما عندهم شريك مبيّن انه في زي فارس احلام او زي مثلا عريس او علاقة جديدة عم تدخلوها وعم بيكون كتير حلو دعا